بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة أما بعد يا أصدقائي أهلا وسهلا بكم في تغطيتنا الإخبارية المستمرة لأهم أحداث العالم وكالعادة نوضح لكم وللمنصة أننا نلتزم بالمهنية وبتقديم الأخبار بشكل مجرد من الآراء الشخصية أما التوجهات والانطباعات فهذا الشيء يعد للمتابعين طبعا ونحن لا نتحمل مسؤولية الدنيا مشتعلة آخر 24 ساعة الأخبار العاجلة لم تتوقف حتى لمدة خمس دقائق وفي الحقيقة في جعبتنا الكثير من الأخبار والتحليلات المفاجئة والصادمة في هذه الحلقة لدرجة أننا ما نقدر نعملها عنوين عشان نعنوين محتاجين أقل شي خمس دقائق وعشان نفهم الليلة هذه كلها أناش مهمتي غير أننا نحكي لك اشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس اضغطونا زر الإعجاب ارفعونا انتشار هذه الحلقة للضرورة يا أصدقائي تحصينا للقناة لأنه الأيام هذه الدنيا مزرزرة هنا في المنصة والنبدأ على بركة الله وتعالى احكي لك اهلا وسهلا بكم مرة أخرى يا أصدقائي دعونا نبدأ من إيران من الأخبار المزلزلة عن اعتقال القائد قاءاني القائد الإيراني الشهير هذا هو قائد فيلق القدس إياه التابع للحرس الثوري الإيراني الأخبار الآن بيقول لك أنه هذا قيد الإقامة الجبرية والتحقيق بالعمل بيقول لك أنه يصيب بنوبة قلبية من شدة وطأة التحقيقات هل الأخبار هذه رسمية حتى الآن لم تصرح إيران ستجد بعض الإيرانيين يتحدثوا أنه يخضع لتحقيقات طبيعية بسبب الاقتراقات اللي حاصلة لأنه قد يكون مقصر أمنيا بهذا المعنى ولكن الصحافة العالمية تتحدث عن أنه هو المشتبه به في عملية الاختراقات مين أكبر مصدر ممكن ناخذ المعلومات منه هنا أكبر تقرير طلع طلع في الميدل إيست آي إلا بريطانية مش هناخد كلامهم كله على محمل الجد ولكن يعني حتى هم لم ينفوا ولم يثبتوا هو عرض لك مجموعة ادعى أنها هذه الحقائق أنه قاءاني هو المشتبه به الأول ليش تعال أقول لك ما ورد في الميدل إيست آي أولا أركز معي هنا بيقول لك أولا الحادثة الاشتباهية الأولى هو زيارة عباس أعتقد هذا هو مسؤول الملف اللبناني في الحرس الثوري الإيراني هذا سافر من إيران إلى لبنان للقاء الأمين العام السابق للحزب سيد حسن سنطلق عليه الأمين العام السابق فيقول لك أول ما وصل المطار أخذوه creatures عشان يقابل الأمين العام السابق بيقول لك هو وصل لمقر الاجتماع قبله بدقيقتين دخلوا جلس بعد دقيقتين دخل الأمين العام السابق بعد ما دخلوا وأبدأوا الاجتماع على الطاولة مباشرة جاءت الضربة طبعا هذا يخلي ساحة الرجل عباس الإيراني لأنه هو كمان راح في الضربة فأكيد ليس هو المخترق ولكن بيقول لك أنه الاختراق حصل من خلاله في المطار أنا يعجبني الإنسان اللي صاحي بيقول لك إما أنه في المطار تم وضع أجهزة تتبع عليه أثناء التفتيش أنتوا عارفين الجهاز قد كده أو في الحقيبة أو كان تحت رؤية بصرية بتابعينه بصريا أو تم تعليم السيارة تبعه بالليزر في شيء معين بيقول لك أنه احتمال كبير أنه الاختراق حصل من عباس هذا مش هو المخترق ولكن هم استغلوه ما كانش إجراءاته الأمنية كافية فعن طريقه وصلوا لمقر الأمين العام السابق وهكذا تم تحييد الجميع في الاجتماع هذا فهذا الموقف الأول بعدها بأيام قاءاني القائد الشهير قاءاني راح للبنان لمتابعة التداعيات والتحقيقات في تحييد السيد حسن هو راح له هناك عشان يشرف على الموضوع هذا برمته بيقول لك هو هناك قام بعقد موعد مع صفي الدين اللي هو ابن خالة السيد حسن اللي كان يعني هو الخليفة فبيقول لك قاءاني عقد معه موعد حددوا الوقت وحددوا المكان ايش اللي حصل القيادات كلها جمعت هناك بما فيها صفي الدين قاءاني في اللحظات الأخيرة اعتذر عن الاجتماع ركز لي هنا بيقول لك انه هو اللي اعتذر عن حضور هذا الاجتماع وبعدها مباشرة بدقائق جاءت الضربة وتم تحييط صفي الدين والقيادات الثانية اللي معاه فهذا وضع الرجل تحت الشبهات الآن طب هل الموضوع طبيعي وممكن يكون جاله اسهال يعني حصل له اي شيء الدنيا كانت زحمة تمام لكن الموضوع هذا مش منطق انت رايح تجتمع مع القيادة الجديدة للناس اللي في لبنان فانك تعتدر في اخر دقيقة وتيجي الضربة لعندهم وينتا اللي تنجو بيقول لك هذا الموقف وضع الرجل تحت الشبهات هذا اعتمادا على الميدليست آي هذا ليس نتائج تحقيقات الايرانيين الآن هذا اللي خرج عن الميدليست آي وعلى فكرة كلامهم لا يؤكد ولا ينفي هو بيقول لك هذا اللي حصل اعتمادا على مصادرهم طيب الفكرة هنا هل يمكن ان يكون قآني احنا هننتظر نتائج التحقيقات الايرانية الواضح من الفكرة كلها انه ايران الآن بدأت تقلب الطاولة على الاختراق وتحاول الوصول اليه لانه حجم الاختراق هنا اكبر مما يتخيل عن الانسان انت حيط قيادات الكبيرة اللي في لبنان كلها في الاول كان بيقول لك ان الاختراق من لبنان كان يقول لك ان هو عضو في المجلس القيادي الاعلى والفرضية هذه سقطت ليش لانه المجلس الاعلى كله راح لو كان بينهم المخترق لناجه هو في النهاية بينما قيادات الصف الأول تم تحييدها صف الثاني تم تحييدها صف الثالث تم تحييدها الجيل الأول كله تحيين جاء الجيل الثاني كله تحيين ففكرة أنه المخترق داخل المجلس القيادي هذه واضح أنها غير صحيحة تحيين الفرضية الثانية كان بيقولك أنه واحد من المرافقين الشخصيين للأمين العام السابق أول واحد تم تحييده هو المخترق وأيضا هذا الكلام لا يستقيم لأنه أنت مرافق لصيق للأمين العام السابق فكيف تعرف مواقع القيادات الأخرى ممكن عن طريق الاستماع للأمين أنك تعرف موقع اجتماع ولكن مش كلهم تم تحييدهم في اجتماعات واحد تم تحييده داخل شقف بيروت والثاني جنب المطار فالموضوع هذا أيضا يستحيل ومن هنا بات من الواضح أنه الاختراق جاي من فوق ومن الجانب الإيراني لأنه كل القيادات اللبنانية تم تحييدها هل قآني هو المخترق الآن هو واحد من اثنين إما هو المخترق ولذلك إيران وهذا ليس استباقد الأحداث نحن لا نعرف لا يوجد تأكيد ولكن بنقول لكم السيناريوهات اللي أمامنا هم اثنين إما أنه هو فعليا المخترق وإيران كشفته وتحقق معلها أو بيحققه معاه بسبب قصور أمني في إجراءاته الأمنية أنه الاختراق المخترقين في الفيلق عنده في القيادة عنده هو مش عارف أو أنه هو نفسه مخترق جسديا أو بأجهزة الاتصالات أو التتبعات أو شيء أو آخر فأما بيحققه معاه لأنه هو المخترق رأسا أو بيحققه معاه لأنه لم يتخذ الإجراءات الأمنية الكافية لتأمين الناس اللي في لبنان واحد من اثنين والأيام القادمة هاتك شفتنا كل حاجة في نفس الملف الإيراني خلاص الكيان اتخذ قرار توجيه الضربة هو وأمريكا الاثنين موافقين على اتخاذ الضربة ولكن كيف متى وين أي حد يطلع يقولك أنه متأكد من المعلومات وعارف هذا بيضحك عليك إلى أيام هذه أنت تفتح أكبر الصحف الأمريكية تقرأ الصفحة الأولى يقولك أنه بايدن ونتين اتفقوا على ضرب المنشآت النووية تقول خلاص عرفنا اقلوا بالصفحة في نفس الصحيفة الصفحة الثانية يقولك لا أنه بايدن وضع شرط عدم ضرب المنشآت النووية والنفطية وضرب معسكرات شوف تناقض في الأخبار فأنت تقول خلاص معنا سيناريو هين ياذا ياذا اقلوا بالصفحة الثالثة يقولك لا هما الاثنين اتخانقوا في التليفون وبايدن قفل فوشو وما فينش ضربة أصلا فما تعرفش هذا مش تناقض متعمد ولكن كبار المحققين الصحفيين العالمين هما نفسه مش عارفين كل واحد مصادره بتقول الشيء وكل واحد تحليلاته تقوده إلى طريق فما الذي سيحدث احنا مش عارفين احنا هنشوف واضح انه الضربة قريبة جدا وهي واحد من اثنين اما يكون ضربة كبيرة وخلاص حرب اقليمية تنتهي بنموية او حاجة معقولة ويتم بعدها التهدئة لانه الكيان على فكرة يتعرض لضربات موجع هو بيضرب بيوجع وكذلك يتعرض لضربات موجع عندما شايفين الخبار هامس الناس اول اللي في الكيان هذول مرهقين نفسيا مرهقين جسديا صافرات الانذار لا تتوقف ابدا الناس من ملجأ الى ملجأ المدارس واكفة حركة المطارات والمرور غير منظمة الناس مرهقين الشركات مغلقة المصانع مغلقة كل شي مغلق توقف كامل للحياة هجرة عكسية الكثير يحاول المغادرة الوضع كذلك صعب عندهم شفتوا امس الموضوع وصل لقلب عاصمة الكيان طيب هلها هيقدر يكمل على هذا الحال كمان شهر شهرين قلت لكم موضوع مكابرة وكل واحد بيضغط منها هيقول اي اللي هيقول اي اولا هو اللي هيخسر الجيم كامل فالناس اللي ايضا اللي في لبنان وضعهم صعب القطاع وضعه صعب واللي في الكيان ايضا وضعهم صعب كنتوا عارفين الناس اللي في الكيان غلابة ناس بوسطاء كده يعني بيحبوا الحياة وحبين يعيشوا بس بس يعني كل طلبهم في الدنيا هذي انهم يعيشوا في سلام فقط هو بس حواليهم اربع خمس دول يبغوها بيقول لك هذي حقنا ونبغاها هجيبونا اللي احنا نبغاه ولا هنطربق الشرق الاوسط على اللي فيه نفس الادارة الامريكية شوفوها غلبانا الادارة الامريكية تريد السلام وان يكون فيه سلام في العالم هذا البيت الابيض يريد ان يحل السلام في العالم مش طالب الاشياء الكثيرة هو بس فيه كوكا باسم الارض هم يبغوا بيقول لك هذي حقنا احنا يجيبوه ينطربق العالم كله فالوضع متأزم في كل الجهات وقبل ما نغادر الملف الايراني ونذهب لللبناني شوفنا بس الشكيان قاعد يسلم على بوتين بوتين طبعا الايام هذي هو طبعا مستني بس المعمعة بوتين بس مستني تحصل المعمعة في الشرق الاوسط ويبدأوا حلفاء الكيان ينضموا له ينضم هو الايران ارسل منظومة تشويش منظومة حرب الالكترونية تشويش كذلك ارسل الاس اربعمية المعلومات الاستخباراتية بيقدمها الايران الاقمار الصناعية حقه شغال الحساب ايران طلعاته الجوية ماهو في سوريا جنبها من تعارفين هو كان في تركومانستان راح زيارة هناك وكالعادة يتحدى المجتمع الدولي ومذكرة الاعتقال اللي صادره بحقه من وين من محكمة الجنايات الدولية اميركا طلبت من تركومانستان ان يتم اعتقال بوتل على اراضيها يعني طبعا تركومانستان قالت له منا منيش علاقة قانون دولي مين يا ابو قانون دولي طبعا القانون الدولي انتهى خلاص لو تلاحظوا الان هناك انهيار في المنظومة الدولية القانون الدولي اتضح بعد هذا العمر انه كان مجرد خلطي يعني لو تلاحظوا الان مثلا الكيان بدأ اشتياح لبنان هذا غزو بري نفس اللي عملته روسيا في اوكرانيا شوف العالم كيف قلب على روسيا لانه انت تدخل اراضي دولة لها سيادة هذا السيناريو بيحصل الان في لبنان المجتمع الدولي لا يتحدث ببساطة القانون الدولي دخل الادراج واتقفل عليه القانون الدولي لو يطبق هو فعلا ضمان لسلامة الجميع وانتو عارفين يوتيوب احنا مع السلام في كل مكان في العالم نحن نحلل فقط فتركومانستان قالت له اعتقل مين يا عمي فروسيا كذلك منتظر المعمع في الشرق الاوسط هي والصين عشان يدخله البعض بيتكلم لك على الصين انها هتدخل تايوان قلت لك مفيش مش هتقرب من تايوان الا في ظل حرب عالمية اول ما يحصل فوضة عالمية هتلاقيها نطة داخل تايوان اما تنطة الان نفس السيناريو الروسي خمسة الف عقوبة سبعة عشر الف عقوبة وحصار وغيره ويدعموا تايوان نفس الليل انتو فاهمين فدخولها تايوان يتطلب فوضة عالمية في هذا الحال هتلقاها داخلت وللاسف خلونا هنا نقول كلمتين قبل ما نذهب للجانب اللبناني الحروب الخطر في اي مكان في العالم يوحد الدول لاحظوا انتوا لعان مثلا الحرب الروسية الاوكرانية اول ما اشتعلت كل الدول اللي خارج الاتحاد الاوروبي طلبت الانضمام ليه كل الدول اللي خارج حلف الناتو بس من المنطقة هناك طلبت الدخول ليه مثل السويد مثل فنلندا الكل صار يجري عشان يدخل لحلف الناتو يتوحدوا الوحدة قوة اصلا اول ما يحس فيه حرب خطري الشي يتكتل مع اللي حواليه العالم كله فيهم هذه القصة حتى الافارق الان يعني شوفوا الان اللي حاصل النفوذ الاثيوبي اللي بدأ يمتدوا وسد النهضة وتقطع الماء على مصر وعلى السودان بدأ تكتل هتلاقي مصر الصومال ايريتيريا السودان شوف الافارقة ودخل معاهم في التحالف الان تركيا العثمانيين ايران صحيح فارس شوف الكل في العالم فاهم هذا الشي الا العرب حقنا واقفين في النص كذا بس ملطشت الجلسة بس هو يقعد يتفرج بل على عكس الاستان العربي هذا اللي لو لقى اخوه بدأ يترنح هو مش يسنده لا هو يروح الكعبله يخلص عليه نفس اللي حصل في السودان مع بداية انفجار الاحداث بين حمدتي والبرهان الجيش الوطني السوداني قوات حمدتي الدعم السري لو العرب اتدخلوا كانوا فصلوها لصالح الجيش السوداني ولكن لا العرب لا هم يتفرجوا بس على عكس كل ما واحد يطيح هم يفرحوا فيه خلي الدولة هذه اللي جنبي تنهار عشان نصيرنا اقوى دولة خلي هذيك الدولة تنهار عشان يقولوا ان نظام الحكم عندي احسن وذلك يقول لك خلي الدولة هذيك تنهار عشان شعبنا يقول اللي شوف بلا غيره تهون عليه بلوته انتوا فهمين الستايل العربي هذا عندنا احنا بس المرض هذا حم العرب اما الغرب لا لازم يتكتل كل دولة عارفة انه اذا اللي جنبها طاحت هي هتطيح وراها او على الاقل هيكون فوضى هي معادلة لما تكون الدول اللي حواليك كلها مستقرة وشعبها مرتاح وفيها فلوس واقتصاد وسلام هما هيرتاح وانت هترتاح طول ما الدول اللي جنبك فوضى هيجيك الفوضى ويجيك الارهاب ويجيك الهجرة الغير شرعية ويجوك المجرمين وتحصل حرب وتتكون جماعات وليلة الكل فهمها للعرب سيبونا من بختنا المايل تعالوا نذهب الى الملف اللبناني لبنان خلاص انه صار هناك غرفة عمليات وهذا الكلام اللي انا قلته قبل عشر ايام او اسبوعين انه كيف تدخل حرب وانت ما عندكش غرفة عمليات تجمع القيادات وهذا بالتحديل الاستراتيجي يوتيوب وليس دعوة مني انتو عارفين نحن مع السلام ولا ندعم المنظمات الوحشة عملوا اخيرا غرفة عمليات وقيادة ماهما كانش ينفع من اول بتدير حرب وانت واحد يدقوه في الضاحية واحد في حارة حريك واحد في قلب بيروت واحد جنب المطار واحد كيف حرب لازم غرفة عمليات الكل ينضم لها وتكون مؤمنة فالناس اللي في لبنان خلاص عملوا غرفة عمليات بدأوا اعادة الهيكلة كل شيء بدأ يترتب كذلك قاموا بفصل المقاتلين الميدانيين وهذا كلام قلت لك قبل اسبوعين مع بداية الاحداث قلت لك بالفعل اللي في الميدان هذولا معزولين عن القيادة الرئيسية يعني هما بيشتغلوا بيتلقوا التعليمات ولكن في حال انقطعت التعليمات انقطعت وسائل الاتصالات القيادة اللي فوقك خلاص راحت في ضربة انت ما تستناش تعليمات وتوجيهات انت عارف مهامك وعملك واش تسوي وصلتك تعليمات او ما وصلتك حتى لو فضلت انت وحدك وانقطعت كل الاتصالات حواليك انت عارف عملك واش تسوي فهذا اللي حاصل الان الان هما استعدوا فعليا ليش لم يستخدموا الضربات الدقيقة الصواريخ الدقيقة وغيره هذا على حد وصفهم هما طبعا وشانتظرهم هما يوتيوب وشانع بيقولك انهم بيستعدوا لحرب طويلة حرب استنزاف طويلة والان ميقسمين كل يوم من 100 لميتين ضربة صارو فبيستعدوا الحرب استنزاف طويلة ترهق الكيان سياسة الالف طعنة تلمت الضرب مع دب لو دخلت على الدب كذا كرة واحدة يجيب عجلك لكن تدر من حوالي دخزة هنا ودخزة هنا لما في النهاية يطيح واحد وينهار فمتبعين هما استراتيجية الالف طعنة هذه فرتبوا امورهم عشان تكون حرب استنزافية طويلة المدع كذلك الناس اللي في لبنان تقريبا اسقطوا معظم الخطوط الحمراء واضح انهم بدأوا يتخلصوا من المخترقين اللي عندهم في الداخل وبدأوا كذلك بضرب المدن اما من الجانب الكياني فواضح انه قرار اميركي كياني بالاجهاز على الناس اللي في لبنان طلع هيقدروا ومش هيقدروا هذا الايام هتثبت كل شيء ولكن من ناحيتهم هما معاهم قرار اشتثاث كلام قلت لك قبل عشر ايام داخلين حرب اشتثاث هيقدر مش هيقدر هذا الايام هتثبت هو معا القوة الجوية سيادة جوية محدش قادر عليه على الارض مش قادر يعمل حاجة هو الحلقة الاضعف على مستوى الدفاع ومنظوماته متعددة الطبقات كذلك هو الحلقة الاضعف باقي معا السيادة الجوية هو اللي بيتفوق فيها تقريبا الشيء الوحيد اللي هو متفوق فيه والتطور انتوا عارفين الاختلاقات والتطور التكنولوجي تخيلوا امس الصحافة الامريكية بتقول لك الكيان قال انه قضى على 40% من قوة الجماعة اللي في لبنان الصحافة الامريكية قالت لك بعد هذا كله بعد الووكي توكي وبعد البيجارات وبعد الضربات وبعد التصفيات وبعد الغارات وبعد هذا كله 5% فقط من قدرات الناس اللي في لبنان هي اللي تم الاجهاز عليها اما غير كذا 95% من قوتهم موجودة وهيكلوها والان هناك غرفة عمليات وشغالين في هذا الجانب فيش الله يحصل احنا بنتابع الاحداث السفيرة الامريكية في لبنان طبعا بدأت تتواصل مع حكومة تصريف الاعمال وميقاتي ومع المسؤولين اللبنانيين وبتقول لهم انه يستعدوا لمرحلة ما بعد الناس اللي في لبنان هذا واضح من كلامها انه صدر قرار الاجهاز على الناس هيقدروا مش هيقدروا الايام ستجيب ولكن من ناحيتهم اتخذوا هذا القرار كم هيصبض الكيان في وجه الضربات التي يتلقاها الجميع يتألم الان من كل الجوانب روسيا بدأت تجهز ايران لحرب شاملة واضح روسيا الطائرات قاعدة تنزل في ايران الروسية الاسلحة الصين قل لك ايضا بتدعم من الخلفية منظومات الحرب الالكترونية انظمة التشويش الدفاعات الجوية كله بروح لهناك وايران هتموت عشان تاخد طائرات سوخوي سو الروسية تخيل لو روسيا سلمتها هذه الطائرات بس روسيا خايفة تسلمها الطائرات عشان لا يقوم الغرب هو كمان يسلم لأوكرانيا ما عادوش في 16 وتحلق 40 دقيقة لا يعطوه يعطوها اساطيل بعدين فالامور هنا كذلك تعقدت طيب خلونا نذهب الى القطاع انه الحلقة بالطول مننا القطاع الضرب في الشمال شديد الفريق ألف اللي هو الكيان يريد انه الناس اللي في الشمال يذهبوا الى الجنوب خلاص ودى يخلي هذا الجانب من خطنة سريم هو ياخده لانه مشروع بينغوريون ماشي من هناك ولكن الناس رفضين هناك فيه من 300 الى 400 الف هؤلاء رفضين المغادرة ليش لانه الفريق ألف انتوار فيه مين ارتكب خطأ فادح خطأ استراتيجي من بداية الاحداث ما هو الخطأ انه لم يجعل هناك منطقة آمنة داخل القطاع بالكم انتو لو فعليا كان فيه منطقة آمنة داخل القطاع هذه امان اللي يروح هناك آمن فيه اكل فيه شرب فيه علاجات فيه امان وهدوء لكان اول ما قال للناس اللي في اجتمال اطلعوا كانوا طلعوا بس يعمل لهم ممر آمن خلاصها الكل هيروح فيه مكان آمن الناس الآمن شريطة تخرج لانه بتقول لك ما فيش مكان آمن اصلا داخل القطاع نروح فيه في كل مكان الضرب حتى الاماكن الآمنة اللي تتمل كلها ضرب والناس من مكان لما كانت انتقل فقال لك احنا قاعدين في الشمال اذا هنروح الى رب العالمين نروح في بيوتنا وعملية الاخلاء الان هذه فيها سؤال كبير اصلا قلت لكم في الحلقة الماضية انت ليش بتخلي الان انت فات حدة جبهات وراح كمان جبهة ايران ليش عملية الاخلاء الان هل هناك اخبار انه يكون فيه ضربة كبيرة وبعدين عملية تهدي او سلام فحابب انه لا يتم وقف اطلاق النار الا وفضل الشمال هذا السيناريو مطروح على الطاولة اما عملية اخلاء الشمال الان غير منطقية في هذا الجو انت رايح تفتح جبهتين ثانيات ويبقى السؤال الهام في المرحلة الجاية قبل ان تفتح جبهة ايران انفتاح كامل وتصل حرب شاملة الكيان هيجي من فين هل هو هجوم صاروخي صواريخ اريحة او صواريخ جديدة يخشف عنها ولا يستخدم طائرات ممكن وهذا السيناريو مطروح على الطاولة بقوة على فكرة واذكر ان انا قلت لك بعدين طيب هل لا يستخدم طائرات السعودية راضة تفتح الاجواء بل بالفعل بيقولك انها كلمت امريكا انه احنا قد لا نستطيع التعاون في هذا المجال ولا هنسمع لكم باستخدام القواعد الامريكية على ارضنا الا للدفاع هي موضوعة للدفاع هل الكلام هذا صحيح هل امريكا هتوافق طبعا هناك تهديد ايران واضح اي دولة سيستخدم قواعدها لضرب ايران او اجواها لضرب ايران هنعتبرها عدو وهنرد عليها هنضربها ضرب متناسب والتهديد كان واضح انه كبير من ايران لدول الخليج والاردن اللي هيتعاون هنعتبره عدو وهنضربه فالواضح احنا تأزم طيب هتروح بالطائرات من فين هتروح باسراب طويلة من فوق سوريا او العراق وانت هتنكشف وانت عندك في سوريا القواعد الروسية هيكشفوك واذا رحت من العراق برضو هتنكشف والسرب كبير يسهل تحديده واذا ايران عرفت انه الضربة جاية جاية هتستعد والسؤال هنا كسؤال استراتيجي وهذه ليست دعوة او رغبة يوتيوب ولكن سؤال استراتيجي هنا لماذا لا تقوم ايران بتوجيه ضربة استباقية اذا كانت هي واثقة مئة في المئة انه الكيان سوف يأتي على منشآتها النووية ومجمعاتها النفطية ويتسبب بكارثة لا يتم تلا فيها الا بعد مئة سنة لماذا لا تقوم بتوجيه ضربة استباقية القواعد الجوية عند الفريق ألف قبل ما تطلع الطائرات انتم سحها شوف سؤال منطقي ولكن في كثير من الغموض الاستراتيجي في التوقيت الحالي كيف هتتطور الأمور ما هي مآلات الأحداث احنا هنشوف الواثقين منه انه قرار ضرب ايران خرج باتفاق امريكي كياني انسى فكرة انه امريكا ليس بايدن ما عندوش كلمة علنت انه مش قادر عليه كلام فاضي ادارة بايدن الى اليوم هي المتحكمة في التحركات الاوكرانية ومقيدها عن اتاك هامز وكذلك تقييد بريطانيا عن ستورب شادو فلما يحب يضغط بيضغط ولكن واضح انه كل ما يحدث في المنطقة هو بموافقة امريكية كيف اتطور الاحداث احنا متابعين يا اصدقائي ومعاكم اول باول وكالعادة نذكر يوتيوب انه احنا هنا في زوايا مطلبة مع السلام ولا ندعو للعنف ولا ندعم المنظمات السيئة اياها احنا فقط نقدم الاخبار ونحللها اضغطونا لايك اصدقائي الدنيا مزرزرة هذا الايام في هذه الملفات والله اللايك ساعة في وصول الاشعارات يرفع انتشار الحلقة وكذلك يحصن الحلقة الى حد كبير جدا في ختم هذه الحلقة لا يساعني سوى نشكر كل الناس اللي يوصلوا معنا للدقيقة الاخيرة هذولا العتاولة حقنا اهلا وسهلا بكل الاخوة والاخوات الجدد في قناة زوايا مظلمة وحتى راكم في حلقة اخرى هذه لكم مني تحية انا ايمان القاسمي دمتم بود وسلمين جميعا اشتركوا في القناة